هتكلم على احتفالية تكريم الأمهات احتفالية تايد الأم ورسائل الكتير جداً اللي تكلم فيها السيدة الرئيسة يمكن أنا استطرات منذ قليل مع الأستس خالد ميري في عدد منها لكن عايزة أتكلم مع حضرتك على بعض النقاط اللي بتخص المرأة بشكل كبير ونبدأ فيها بزواج القاصرات ما هو احنا بنتكلم بقى شهر المرأة كله احنا واخدين الموضوع ده للمرأة عشان هي تستاهل مش شهر تستاهل نتكلم عليها طول السنة دي حقيقة لكن المشكلة عايزين بنتكلم على المشاكل اللي بتواجه المرأة المصرية لأن ده المرأة المصرية قصوصاً بتواجه مشاكل كتيرة اتحلت في حاجات كتيرة عايزين نكمل ونحل فيها شوية والل هو الزواج القاصرات أو الزواج المبكر أو بنسميه كمان في الاستطاعات زواج الأطفال واخدينه بيعتبروا أطفال يعني هو ده ده بص دي حاجة وصمة لازم نعليجها لازم نشيلها لازم نتخلص منها لأنها لها أضرار كتيرة قوي وكمان انت قلت الولد والبنت بس اللي بيعاني أكتر يا شام البنت لأنها بتبقى صغيرة وبتفقد عذريتها وهي صغيرة ولست ما عندهاش فكرة عن عن الموضوع هي ما تعرفش عنيه جواز هو ما يعرفش عنيه مسؤولية آه طبعا أني عندها بخبرة الزوجة بالموضوع واخد بقى ما فيش خبرة هو بص ساعات في بعض الأوقات بيبقى عادته تقاليد وفي بعض الأوقات بيبقى صفقة وفي بعض الأوقات بيبقى جهل ايه واخد بقى لك يعني ده أسبابه ايه الجهل والفقر وإلى آخر ولكن في الآخر البنت اللي هي مش مدركة بالدنيا ازاي البنت اللي هي مش عارفة وكمان فيه نقطة خطيرة جدا لأنها ما بتروحش لمدرسة لأنه خلاص ما بتتعلمش لأنها بتتجوز وتقعد في البيت طيب نيجي نقول بقى لما نتكلم على أسبابه قولنا ايه أسباب أسبابه كتير قوي الفقر والجهل والعادات والتقاليد وكمان هتلاقي بعض بعض الأماكن في الأرياب بيعتبروا ايه الموضوع ده عيب هم يعني فكرة السن معين يقولك لا ده كده السن بقى خطر جدا وزي البنت ما تجوزتش يعني ده برضو ميراس قديم شوية سيد محمد ما هو ميراس فجلما بيكون هناك ساعي أنه انت تزوج البنات تحديدا في سن بدري ما هو احنا شغلتنا ايه ان احنا بنحاول إذا كان الميراس مش مناسب لنا بنحاول نغير فيه بنحاول نظبط الدينية شوية زي